هذا وقد اجتمع سعادة السيد محمد القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالسيدة زهراء زمرد المدير العام لمركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية وذلك لبحث مجالات التعاون والمواضيع ذات الاهتمام المشترك في قطاع الإحصاء وذلك على همش اجتماع مجلس أملاء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية التاسع والاربعين الذي استضافته مملكة البحرين مؤخرا وخلال الاجتماع تمت مناقشة أوجه التعاون بين الطرفين وبناء القدرات الإحصائية وتبدل المعرفة موضحا تجربة المملكة ممثلة في الهيئات في جانب تعزيز كفاءة كوادرها الإحصائية مبديا اهتمامه بنقل التجارب اللاجحة والاستفادة من المبادرات التي يقوم بها المركز بالتعاون مع الدول الأعضاء وإطلع الدول على التجارب الوطنية في توظيف البيانات والسجلات الإدارية وتعزيز المؤشرات الإحصائية مشددا على أهمية تقديم الدعم الفني في تطوير الأنظمة والأدوات التقنية اللازمة للاستخدام الإحصائي مشيرا إلى ما لهذه الجهود من دور في المساهمة في تعزيز تبادل البيانات وإدارتها بفعالية مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعلية